مواطني ومواطنات إقليم الرشيدية يوم 8 شتنبير هو اليوم اللي غادي تاخد فيه زمام الأمور وتكون كمواطن فاعل في المجتمع عمليات صويت سهلة من اللي توصل لمكتب صويت غادي يطلبوا منك المسؤولين تدليب البطاقة الوطنية ذلك باش ياخدوا معلوماتك وتحقوا من أنك مسجل في اللوائح الانتخابية ومن بعدها غايت المكجوج ورقات الخاصة بتصويت وحدة بيضاء وفيها شعارات بالألوان وحدة فيها خط رمادي وشعارات بالبيض الكحل من بعد هاد المرحلة مباشرة غادي تدخل المعزل وغادي توضع علامة على شعار حزب استقلال الميزان في الورقة الأولى اللي بيضاء فيها شعارات الميزان بالألوان واللي هي متعلقة بالانتخابات البرلمانية وبعدها غايت مر للورقة الثانية واللي بالبيض الكحل واللي متعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية بوضع علامة على رمز الحزب فاشثالي لوح كل ورقة في الصندوق المخصص لها راح كينين جو الصناديق وما تنساش تمشي عند المسؤولين على المكتب باش يديروليك العلامة في صبعك بالحبر وبهذا بصوتك غا تكون عطيتي نفع جديد من أجل تغيير حزب الاستقلال من أجل إنصاف